أهلا وسهلا بحضراتكم مرؤوك العزيزية المشاهدين كنت خليل أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على البيت الكبير النادي الأهلي نحن نعتبر دائما النادي الأهلي هو بيتنا الكبير أهلا وسهلا بك السلام تحية لك ولكل مشاهدين القناة مشاهدين البيت الكبير أنا سعيد جدا بأنني أكون متواجد معكم حقيقة وسعيد جدا بكل هذا الاستقبال والترحيب وتحية خاصة اللي أعدل التقرير هذا وأخجلتموني وأعطيتموني أكثر بما أستحق لأمانة الجمهور النادي الأهلي بيحبه الحقيقة دائما بيتعامل معاك كده لأنه في النهاية هو حضرتك موجود لأنه جمهور النادي الأهلي بيحبك وجمهور النادي الأهلي معلق شهير ومعلق احترم جمهور النادي الأهلي وبالتالي دخلت إلى قلوب كل جمهور النادي الأهلي هل كنت تتوقع أن جملة التاسعة أو التاسعة بتوقيت الأهلي تصل بيحبك إلى قلوب كل جمهور النادي الأهلي ولا هي جملة طلعت هي كابتن أنا قبل المباراة كنت خايف صراحة لأنه عارف أن وضع النادي الأهلي في توقيت المباراة كان صعب صعب جدا بأه على مستوى المجموعة يعني تخيل فريقي يعني لو يخسر نقطة هيودع البطولة ولو ودع البطولة وأنا اللي معلق فممكن تكون ردة فعل سلبية لكن كانت عندي قناعة كبيرة أن في النهاية جمهور واعي مثقف يعني ما رح يحمل معلق وهي مسؤولية المباراة لكن أيضا في الوقت نفسه أنا كنت على قناعة أنه ممكن حاجة تحصل ترقع الأهلي مرة تانية للبطولة وضعية الفريق على المستوى المحلي وعلى المستوى الأفريقي ما كانت بالصورة المطلوبة والتاسعة يعني طلعت بشكل عشوائي كده من دون أي تحضير على الهوى لأن كان في إحساس وجدها أنه ممكن للهدف هذا يكون نقطة تحول في مسيرة النادي الأهلي على مستوى البطولة وبالفعل كانت البداية التاسعة بتوقيت الأهلي وانتهت بالقضية ممكن لمعلقنا برضو رياضي الشهير الكابتن عصام الشوالي لكن بداية رائعة وزي ما قلت كان الوقت ده صعب جدا يعني الله يكفون برضو المعلقين موضوع صعب بالسهل احنا خصوصا للجمهور العربي يعني أحيانا يلوم المعلق وعندنا موضوع وشغالين عليه بشكل كبير لجماهير أنه احنا بنتفاعل فيك وما بنتفاعلش فيك حتى لما نشجع فريق في أوروبا مثلا يقول لك والله الجمهور ريال مدريد لا لا تعلق لنا احنا ما بنتفاعلش فيك الفريق ما بيفوز طيب هو جدول ويتحطه اسبوعيا ويتغير بمعلق وآخر فممكن أن أحيانا سبحان الله يصادف أن أنت تعلق مقشين ثلاثة لنفس الفرعة ما تكسبش طبعا فتعلق في أذهان المشاهد أن لا هو مجرد إحساس لكن داخليا طبعا هو يحب يسمعك يحب يسمع تعليقك في النهاية نحن نعمل اللي لازم يتعمل كمعلقين رياضيين ونقدم ما هو مطلوب خلال التسعين دقيقة وبعدين النتائج هذه في حكم الغيب الواحد ما هذا يعرف لها مجرد